هذا وقد أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بنتائج الإقفال نصف سنوي الفعلي للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020 مشيرة إلى أن الحكومة الموقرة أثبتت جدية عالية في التعامل مع الميزانية العامة للدولة حيث تمت إدارة المصرفات بشكل ممتاز وأكد رئيس اللجنة النائب أحمد صباح السلوم أن التعاون الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشرعية كان له أثر إيجابي في رسم السياسات الاقتصادية الناجحة مشيرا إلى أن البحرين ستتخطى تداعيات الجائحة بفضل حنكة وحكمة قيادة جلالة الملك المفدى يده الله مشيدا بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء في إدارة أزمة كورونا الأمر الذي جعل التأثير السلبية لتداعيات الوباء أخف وطأه مشيرا إلى أن خفض المصاريف الحكومية المتكررة بنسبة 5% جاء في الاتجاه الصحيح شكرا